الزمالك داخل على بطولة افريقيا على النهائي يعني والنهائي تاريخي لانه في مواجهة الاهلي. والفوز بفوزين. والخسارة بخسارتين. اول حاجة قبل اي حاجة كده هل يتأثر الزمالك باللي بيحصل داخل ادارة نادي الزمالك? ولا قصة مفصولة? هلو. انا بس عايزة على يعني انا عايزة الجمهور يعرف ان لازم اتأكدوا ان مش كل اهلاوي بيعفي الاهلي ومش كل زم الكوي بيعفي زمالك ومش كل إتحاده بيعفي الاتحاد. مشي. يعني كرة مختلفة عن التشجيع. حيلا. علشان كده انا بقول دايما وبكرر ان مشواري انا ليه ما كلمت مانفعش ان انا اكون بلعب في المصري مسلا مش اقول لك فالاهلي. اه. واقول انا يا جماعة زم الكوي جدا. مانفعش عيب. مان oralشان احترم من دي اللي ما وجود فيه. مانفعش وانا في الاتحاد اقول يا جماعة انا زم الكوي. عشان يعني. بس الناس عارفة. بس انا وما نفعش اكون انا في الاهلي واقول انا زملكاوي. اه. يعني مشوار الكورة وانت داخل المستطيل معايا فانت متجدد المشاعر تماما فانت بتلعب وتجتهد وتموت نفسك في المكان اللي انت بتلعب فيه. ماشي. بعد بقى ما قفلت الباب وقلعت الجوانتي وشلت الجزمة. فخلص انا بقى عندي. بقيت مشجع بقى. بقيت مشجع بقى. اه. فانتهى المشوار. ماشي. معايا بكل ما فيه وبقيت انا مشجع محب. اه. ومش عشان انا يعني تربيت في النادي بتاع بس انا بحب الزمالك. فاهم. وهكزا. في النقطة. ماشي. نقطة تانية بتاعت الانت بتقولها على النادي. الفريق هيتقصر. زمالك وزمالك. الزمالك انا مش قز يعني مع كل احترام يعني بكل تواضع انا بطلته وغيري بطل وغيري بطل وغيري بطل ونجوم كتيرة جدا بطلوا. صح. صح. ونجوم الله رحمهم ماتوا وما زال زمالك هو زمالك. صح. فزمالك مع كل اللي احترام لكل الاشخاص لعيبة او اداريين او غيرهم او غيرهم عمرهم ما هيتأثر. صح. واللي بيقول الحقيقة يعني كان مستفز جدا بالنسبة لي ان الزمالك ممكن يكون بيتأثر بالاشخاص. بغض النظر الاشخاص دي رئيس نادي. لاعب غيره غيره بيتأثر. ما بتأثرش زمالك. زمالك يتأثر بس بجمهوره. حيلا. بس. بس كده. اه. الزمالك دخل على بطولة يعني اعتقد انها هتكون. وبعدين فكرة المؤامرة كمان يا كريم انا بحبهاش الحقيقة. وانا كمان. فكرة ان ايه? لا يا جماعة ده الموضوع لا مش مؤامرة على فكرة. يعني يعني الموضوع مش مؤامرة. اه. يعني الموضوع مش مؤامرة على الزمالك. ومش عايزين مع كل حيط رامنا. بس 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 عايز اظلم انه بس جمهور الزمالك اللي بيقول كده. ساعات كمان في جزء من جمهور الاهلي بيقولوا ان في مؤامرة وانه الاتحاد الكورة وشعب اصله رئيسه زمالكاوي اصل بتاع. انا بشوف انه دايما الجماهير بيبقى عندها حت كده للمؤامرة بتاعت انه الناس دي عايزت فشلني. هي المشكلة المشكلة انك انت للأسف شديد اجيال وراء اجيال اتربينا اصلا على فكرة المؤامرة. اه. ده في مؤامرة جماعة على زمالك. ده في مؤامرة على المتخب مصر. ده في مؤامرة من الاتحاد الافريقي على كرة مصرية. ده في مؤامرة على مصر من بعد يعني النقطة كلها الموضوع مش مؤامرة. الموضوع انه ممكن يكون لها حسابات تانية. ممكن ظروف تانية. بس برضو اه خلينا نسيب نسبة في بعض الاوات بتبقى مقصودة. نسبة صغيرة. مش. انما مش تسعين. مش دايما بتبقى مقصودة. مش دايما. لكن ساعات بيبقى فيه اللي هو. اه. ممكن اه. ترصد محليا ولا مسلا من الاتحاد الافريقي ممكن يبقى. ممكن محليا من الاتحاد الافريقي. اه تصبيت مصالح. اه طيب يعني. مش بتكلم على الموضوع في بعض الاوات عشان برضو نكونوا واقعين. مش مبقاش اه فير مية في المية. في بعض الاوات. ماذا. انما مش عايزين نقول التسعين في المية وتسعة سين في المية اه مؤامرة واحد في المية فير. حال.